أدانت مصر الهجوم الإجرامي الذي شهدته مقاطعة ناكلاند بمملكة تايلند الصديقة وأصفر عن مقتل العشرات من الضحايا الأبرياء بينهم العديد من الأطفال فضلا عن عدد من الجرح والمصابين وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية عربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لتايلند وأسر الضحايا متمنية سرعة الشفاء للمصابين ومؤكدة على وقوفها إلى جوار حكومة وشعب مملكة تايلند في هذا الظرف الألم